مواصلة للمجهودات المبدولة من طرف وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوحران من أجل محاربة ظاهرة الهجرة السرية عبر البحر وعلى إطر عملية نوعية وفي ذرف أسبوع تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمرسل حجاج من تفكيك شبكتين إجراميتين مختصتين في تدبير وتنظيم رحلات الهجرة السرية عبر البحر مقابل مبالغ مالية جد محتبرة التحريات المعمقة التي قاموا بها أفراد الفرقة مكنت من توقيف عشر منظمي رحلات من بينهم سبع مسبوقين قضائيا يبلغون من العمر ما بين 25 إلى 35 سنة وينحدرون من ولايتي غلزان ووهران كانوا بسدد التحذير لعملية الهجرة السرية انطلاقا من شاطئ مرسل حجاج إلى شواطئ إسبانيا وحجز قوارب نزهة مختلفة الأنواع والأحجاب وحجز سيارة سياحيتين كما تم في نفس السياق تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من حجز عتاد مستعمل في الهجرة الغير شرعية المتمثل في حجز 12 قارب نزهة من مختلف الأنواع والأحجاب أربعة منهم مزوادين بمحركات متنوعة بقوة تراوح ما بين 250 إلى 300 حيصان وحجز 46 صفيحة بنزين سعة 30 لتر وحجز سيارة سياحية فر الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم الأطراف إلى الجهات القضايا المختصة